لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أكرد بعقل إذا ما نقبل بعقل وإذا يرد بعقل وإذا ينكر بعقل يبقى الجن يبقى ونعوبة بين عقل المساعد مرحب بيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وعنوان حلقتنا النهاردة هيكون ابن حجر بين الجابرية والقدرية وأنا الفيسبوك هيكون قدامكم على الشاشة عايزاكم تتبعوني على الفيسبوك وتقولوا لي الحاجات اللي مش فاهمينها الحاجات اللي فاهمينها الأسئلة اللي عندكم عنوان الفيسبوك هيكون قدامكم الحلقة اللي فاتت إحنا تكلمنا عن رأي ابن تيمية في الأشعارة وشفنا إن هو قال عنهم في مجموع فتاوي ابن تيمية في العقيدة كتاب الأسماء والصفات وبقى المرجع هيكون قدامكم بيقول كده إن الأشعارية الأغلب عليهم إنهم مرجئة في باب الأسماء والأحكام جابرية في باب القدر وأما في الصفات فليسوا جهمية محدة بل فيهم نوع من أتجاههم والنهاردة هنتعرف يعني إيه مذهب القدرية الجابرية الجهمية أول ما رجع هنروح نشوفه الدولار الثانية في موساط الفرق المبحث السادس بين المعتزلة والقدرية والجهمية فبيقول القدرية القدرية هم أولئك الذين يعتقدون أن الإنسان صانع أفعاله وخالقها خيرا وشرا ولا داخل القدرة الله فيها يعني إيه الكلام ده؟ يعني القدرية بيقولوا أنا بعمل حاجة خير أنا اللي مسؤول عنها وأنا اللي ربنا ما روش أي علاقة بيها فيها بعمل شر هكذا ربنا ما بتحكمش فيها نكمل بقى المرجع بيقول والجابرية كرد فعل للقدرية يعني حاجة رد فعل برزت عقيدة تقول أن أفعال الإنسان خيرا وشرا من الله وإن نسبته إلى العبد إنما هي على سبيل المجاز يعني الله هو المتحكم في كل حاجة بيعملها الإنسان شر أو خير فبيدينا مثل على قول الجابرية فبيقول قولنا جراء النهر وإنما الذي أجرى حقيقة هو إيه؟ هو الله فالإنسان في زعمهم كريشة في مهب الريح ولهذا قيل أن الجابرية والقدرية متقابلتان تقابل التضطط طيب النهاردة بقى هنتكلم عن مصطلح هيعدي قدامنا في الحلقة مصطلح اسمه الكسب الكسب ده الأسباب ملاش أي قيمة أصلا الإنسان ما عندوش قدرة إذ نوى يعمل شيء الله هو اللي بيديله القدرة دي يعني مثلا هل النبات بينمو بسبب المية؟ لا السبب المية مش هو اللي بيخلي النبات ينمو ولكن اللي بيخليه ينمو هو قدرة الله هدي مثلا كمان صغير لو حدي حبي قطع فكهة وحط السكينة على الفكهة وهو مش هتتقطع بسبب السكينة ولكن بسبب أنه هو لما نوى يعمل كده الله عطاله القدرة وقتها أنه هو يقطع الفكهة دي ده اسمه الكسب وده اللي هيعدي علينا المصطلح ده كتير هنشوف ابن حجر نقل في كتاب البخاري خلق أفعال العباد تعريف القدرية والجابرية والجهمية ابن حجر هيعرف لنا أنا عرفت لكم الكلام ده من كتاب وهنتأكد منه من ابن حجر كمان في سعيد بخاري كتاب التوحيد باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق ابن حجر بيقول لنا إيه ثم وجدت بيان مراده في كتاب الذي أفرده في خلق أفعال العباد قال فقال اختلف الناس في الفاعل والفاعل والمفعول فقالت القدرية الأفعيل كلها من البشر وده أنا شرحته أول الحلقة كل الأفعيل من البشر وقالت الجابرية الأفعيل كلها من الله عكس القدرية على طول وقالت الجهمية الفعل والمفعول الفعل والمفعول واحد ولذلك قالوا كن مخلوق دلوقتي إحنا عايزين المشاهدين نركزوا في الكلام اللي إحنا هنقوله دلوقتي لأنه مهم جدا ومحتاج شوية تركيز إحنا هنبدأ بمسألة القدر والجابر أو القدرية الجابرية في صحيح البخاري كتاب التوحيد والمسهب الحق لا جبر ولا قدر بل أمر بين أمرين فإن قيل لا يخلو أن يكون فعل العبد بقدرة منه أو إذ لا واسطة بين النفي والإثبات فعلى الأول يثبت القدر الذي تدعيه المعتزلة يبقى القدر بتدعي من فرأة اسمها المعتزلة وإلا سبت الجبر الذي هو قول الجحمية الجحمية هم اللي بيدعوا كلام الجبرية طيب بعدين ابن حجر بيواصل بيقول إيه فالجواب أن يقال بل العبد قدرة يفرق بها بين النازل من المنارة والسقط منها وانا أشرح الكلام ده ولكن لا تأثير لها بل فعل ذلك وقع بقدرة الله تعالى فتأثير قدرته فيه بعد قدرة العبد عليه وهذا هو المسمى بالكسب وحاصل ما تعرف به قدرة العبد إنها صفة يترتب عليها الفعل والترك عادة تقع على وفق الإرادة طيب طبعا الكلام ده ابن حجر بيقول إيه ابن حجر بيقول إن الإنسان بين الجبر والقدر فهو مش خاضع للقدر زي ما بتقول المعتزلة ولا هو مجبور على ولا هو مجبور زي ما بتقول الجهمية وبعدين بيقول إيه بيدينا مثال بيقول إن الإنسان لو نزل من عمارة مثلا لنفس القدرة لو وقع من نفس العمارة الله هو اللي بيخلق القدرة دي عند وقت اللي ما ينوي العمل وده سماه بالكسب وده طبعا بيأكد الكلام في حديث تاني هنشوفه دلوقتي نفس معنى الكسب ده في فتح الباري شرح سهل بخير كتاب القدر باب في القدر يقول لنا كده وخالف في ذلك القدرية والجابرية فزهبت القدرية إن فعل العبد من قبل نفسه ومنهم من فرق بين الخير والشر فنسب إلى الله الخير ونفع عنه خلق الشر يعني فيه ناس من القدرية قالت الله ممكن يتحكم في أفعال الخير بتاعتنا لكن الشر لأ وقيل إنه لا يعرف قائله يعني همش عارفين مين اللي قال كده أصلا ولكن الحاجة يقال وإن كان قد اشتهر ذلك إنما هذا رأي المجوس وبعدين يعني القدرية اسمهم مجوسة عند أهل السنة وبعدين بيقول لنا كده وزعبة الجابرية إلى أن الكل فعل الله وليس المحلوق فيه تهسير أصلا وبعدين بيقول كده خلي بالكو لأننا في حلقة قبل كده وكل الحلقات اللي جاية اللي احنا بنتكلم فيها أول ما ابن حجر يقول أهل السنة هو لا يقصد أهل السنة والجماعة ولكن هو يقصد الأشعارة فهو رح يقول إيه وتوسط أهل السنة فمنهم من قال أصل الفعل خلقه الله وللعبد قدرة غير مؤثرة في المقدور وأثبت بعضهم أن لها تأثير ولكنه يسمى كسبا يعني بيقول إن القدرية مجوس وفعلا كله لما أهل السنة بيطلقوا عليهم هذا القسم لأن المجوس يعني إيه يعني الله هو اللي خلق الخير والعبد هو اللي خلق الشر أو حتى لو بيقولوا إن العبد هو خلق الشر والخير كأنه خالق فهما بيعتبروهم مجوس وبعدين رح يتكلم عن القدرية اللي بتقول بيها المعتزلة وبعدين الجابرية اللي بتقول بيها الجهمية وبعدين عشان يقول لنا في الآخر بعد كل الكلام اللي هو بيقوله عشان في الآخر يقول إن أهل السنة اللي هما طبعا بيقصد بيهم الأشعارة هما في النص بين القدرية وبين الجبرية وان هما عندهم حاجة اسمها الكسب فانا عايد كلامه هذا هو المسمى بالكسب وحاصل ما تعرف به قدرة العبد انها صفة يترتب عليها الفعل وترك عادة وبرضي ابن حجر شرح الكسب استشهد بالكسب ده بدليل من القرآن فراح قال لنا ايه فسهيل بخير كتاب التوحيد ابن حجر راح عايز يثبت الكسب ده فعلا حقيقة ابن حجر راح قال وقال تعالى انتم تزرعون ام نحن تزرعون فسلب عنهم هذه الافعال يعني الله هو اللي بيزرع ولا الناس من الزارع فسلب عنهم هذه الافعال واسبتها لنفسه ليدل بذلك على ان المؤثر فيها حتى صارت موجودة بعد العدم هو خلقه وان الذي يقع من الناس انما هو مباشرة تلك الافعال بقدرة حادثة احدثها الله على مقراض يعني الناس بس تنوي الله هو لديهم القدرة فهي من الله تعالى خلق بمعنى الاختراع بقدرته القديمة ومن العباد كسب على معنى تعلق قدرة حادثة بمباشرتهم التي هي كسبهم يبقى هنا بيأكد على فكرة الكسب وان اللي يقع من الناس انما هو مباشرة تلك الافعال بقدرة من الله حادثة احدثة على مقراض يعني قدرة الانسان مخلوقة مع الفعل وبيأكد المعنى ده فبيقول فهي من الله تعالى خلق بمعنى الاختراع بقدرته القديم ومن العباد كسب بمعنى تعلق قدرة حادثة مباشرتهم التي هي كسبهم طيب فيه سؤال مهم بقى مطروح ايه رد الاشاعرة على ان اللي بيعمل معصية هل الله بيديله في الوقت ده القدرة على المعصية ما هو بيقول كده الانسان بيعمل حاجة فالله هو اللي بيديله القدرة فده سؤال مطروح لكل واحد بيؤمن برأي ابن حجر كل اللي بيحاول يعمله ابن حجر انه زي ما قلنا في الاول انه يقول لا جبر ولا قدر وعشان كده مش بيفوت ابن حجر اي فرصة حتى بيأكد المعنى ده وانا بقول لكم تابعوني الحلقة الجاية عشان نشوف ابن حجر برغم كل محاولاته دي ازاي يوقع في القدرية وازاي يوقع في القدرية والتقي بيكم في الحلقة القادمة من الناقل ام العقل لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا انت هترد بعقل اتمن اقبل بعقل وده يرد بعقل وده ينكر بعقل يبقى الجن يبقى والعوبة بين عقل المساء